خير نتحدث بموضوع سكر الحمل دائما هذا الموضوع بشغل كتير من السيدات وبصيب عدد لبأس به من السيدات رح يكون معنا الدكتور هلال أبو غوش استشاري الأمراض النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب رح نتحدث عن هذا سكر الحمل أعراضه كيف علاجه وكيف نحافظ على حالنا وما بعد الولادة أخضرنا دور مهم هذه المرحلة أيضا على جسم السفل أوكي أنت ولدت ويعطيك العافية وسهل الجوز دور جسمك المهم لتحافظي عليه صباح خير بدكتور أهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم يسعد صباح المشاهدين جميعا إن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع الله أمين علينا جميعا دكتور هلال بالبداية خلينا نعرف للمشاهدين ما هو سكر الحمل صباح الخير سكر الحمل هي حالة تصيب المرأة الحامل ممكن تبدأ في أي فترة خلال فترة الحمل وتنتهي مع نهاية الحمل في حالات نادرة جدا ممكن تستمر ما بعد الولادة تعريفها بالأساس هو زيادة مستوى سكر في الدم في مراحل كثيرة من الحمل ممكن توصل لأرقام عالية جدا وتصاحب مع أعراض بأساس هذه الأعراض ممكن يكون هو العطش الزائد زيادة التبول وكبر حجم الجنين أو كبر بطنها بالوقت غير المتناسب مع عمر الجنين هذه الأعراض الأساسية تناسب مع الحمل إذن هي حالة تبدأ في أي لحظة خلال فترة الحمل لكن ما بنعرف متى هي بتظهر الأعراض الحقيقية بالأساس غير نقدرش نعرفها لأنه كثير بتكون الأعراض متصاحبة أو شبيهة لأعراض الحمل بيكون الفرق أو التفريق بين أنه هاي أعراض طبيعية أو هاي أعراض بتناسب مع الحمل لا هنا أساسية الموضوع الكشف عنها بمتابعات الحمل عند أطباء النسائي والتغليد دكتور كده لازم نهتم إذا كان عند السيد سكر حمل لأنه بأثر على استمرارية الحمل بأثر عليها هي شخصيا بأثر على الجنين طيب إحنا نعرف أسباب أول شيء اللي هو سكر الحمل أسباب سكر الحمل أول شيء في الحالات اللي هي معرضة أكتر يصير في عندها سكر الحمل اللي هم الناس اللي بكون عندهم أول شيء زيادة في الوزن أو عندهم سمنة أو عندهم تاريخ مرضي إنه عندهم سكر حمل أو عندهم أطفال مولدين سابقا بحجم كبير أو عندهم حجم كبير أكثر من أربع كيلو فكروا الأربع كيلو جيم ويحكي لك صحته منيحة لا هو الأربع كيلو صحته منيحة بأثر عليها بأثر على السيدة كمان في مشاكل بيكون بالأساس هو زيادة حجم الجنين بتأثر على الحمل بتأثر على استمرارية الحمل بتأثر على الأم بعد الولادة بتأثر على الجنين نفسه على المولود الجديد رح نحكي عن مضاعفات اللي بتصيب هاي الأم إذن هو الناس الذكرناهم منهم اللي بكونوا مولدين أطفال وزنهم كبير أو عندهم تكرر إجهاضات أو عند بعض السيدات اللي عندهم أصلا متلازم التكيس المبايد ممكن يكون فيه عندهم خطر إنه ينصابوا في سكر الحمل هدول السيدات كلهم جدا بعدين بتعرضوا مع الحمل إنه يصير فيه عندهم أعراض هاي الأعراض دائما إحنا نحاول نكتشفها بطريق المتابعة للحمل عشان هيك من واجبات الطبيب أي طبيب يتابع عنده أنه مع بداية الحمل أو قبل بداية الحمل لأنه تعمل فحص سكري أو فحص الدم لإكتشاف السكري إذا هو موجود لأنه إحنا لازم نفرق بين المرأة المصابة أصلا في سكر الطبيعي أو مرض السكري اللي هو ما قبل الحمل وما بعد الحمل لأنه في بعض السيدات يكونوا عارفين أنه أصلا هم يكونوا عندهم زيادة وزن أنهم أصلا عندهم زيادة في مستوى السكر في الدم فبيقبلوا على الحمل بقول لك هذا من سكر الحمل لا لازم نفرق بينهم إذا مع بداية الحمل لازم نعمل مستوى السكر في الدم ونعمل مع بداية الحمل الفحصات العامة زي البول وفحص الدم العام وبمع متابعات الحمل دائما نراقب ارتفاع أو هبوط في مستوى السكر الدم نعم طيب دكتورة كل العوامل اللي إحنا حكيناها مهمة أحيانا إحنا كأمهات كل الأعراض اللي أنت بتحكي عنها نتعرض لها اللي هي الطبيعية أن الواحد يزيد وزنه الدخول المتكرر للحمة يعني كل هاي الأشياء إحنا أصلا كأمهات وحوام مرأنا بهاي المرحلة تعرضنا لها لكن في عوامل تحكي للسيدات أنه لازم تروحي تبحثي اللي منها أصلا زي ما قلنا هل تقدم في العمر هل هاي الأشياء اللي بتأثر علينا الخارجية اللي تستدعي أنه نعمل فحصة زكر الحمل شو هي العوامل؟ بالأساس هو المرأة بزيد تكرر دفولها للحمام عن التبول في أثناء الحمل لكن في بعض حالات هي بتكون زائدة عن وضع الطبيعي يعني ممكن تروح كل ساعة تمام وتكون كميات البول اللي هي خارجة عالي كتير لأنه بصير عندهم أصلا ببوليوريا يعني بصير كمية البول المتدفق أو بتخرج المرأة بيكون عالي كتير كتير هذا بنتبه بزيد انتبه أنه أنا مش بس رايح لأنه فيه التهاب أو لأنه فيه ضغط من الحمل على المثاني اللي بيستدعي أن أروح الحمام كل مثلا سعتين أو كل فترة قصيرة لكن كمية البول كمان بتكون كتير اتنين بكون متصاحبة مع عطش موجود بكون متصاحبة مع عطش موجود حاجتهم لأنه يشربوا مية كتير بتكون عالي كتير هاي مؤشرات هاي مؤشرات هاي مؤشرات هاي عم بتشوف أنه وزنها عم بزيد كتير بتشوف أنه بطنها يعني أنا هلأ بشهر الخامس أو السادس من الست الحامل بطول أنا أروح بطني كأني أنا في شهر الثامن أو السابع فهذا الفرق في الوزن والفرق في كمية البول هذا بستدعي أنه يلفت انتباهها ويلفت انتباه الطبيب اللي بتابع عنده أنه فيه ممكن تكون موجود أنه فيه إيش اسمه سكر الحمل هذا بستدعي أنه نعمل فحوصات منها على السنار نشوف كمية السوائل المحيطة وتسائل الأمنوس المحيطة في الجنين حجم أو وزن الجنين الموجود بيكون غير متصاحب أو غير مترافق مع عمر الجنين بيكون أكبر من عمره زيادة كمية السوائل الموجودة حولين الجنين هاي بتستدعي أنه كمان إحنا ننتبه إلها زايدا بعدين منرسلها أنها تعمل فحوصات اللي هي فحص السكر في الدم هدول كلهم مع بعض بيخلينا نشخص حالة وجود سكر الحمل نعم دكتور خير نحكي عن طريقة العلاج لسكر الحمل وكيف بدنا بعد ما تولد السيدة تحافظ على حالها وتشيك برضه أنه في بعض السيدات ممكن تكون معها سكر الحمل وسيبعها سكري بعد الولادة نحن إذا شخصناها أصلا أنه عندها سكر الحمل هذا باستدعي مننا أول شيء أنه أهم شيء أهم شيء بالنسبة لهم الدايات لأنه إذا إحنا قدرنا في المراحل الأولى من تشخيص سكر الحمل نحن نتفادى المضاعفات فبكون إشي جميل جدا لأنه في مضاعفات كثيرة بتأثر على الأم وبتأثر على الجنين إذا لم يكتشف سكر الحمل في بدايات الحمل ممكن يعمل تشوهات عند الأجنة إذا لم يكتشف سكر الحمل في مراحل متقدمة من الحمل ممكن يعمل زيادة في الوزن اللي تؤدي إلى مشاكل في قلب الجنين ممكن تؤدي إلى نخص فيه لأنه فيه إحنا حكينا من أسباب الرئيسية أنه فيه مشكلة في المشيما المشيما عم تفرز هرمونات محددة هاي الهرمونات هي بتأدي إلى أنه تأثر على مستوى الإنسولين في جسم الأم تؤدي على أنه يزيد مستوى الإنسولين في بعض حالات عند الجنين لأنه يزيد الإنسولين عند الأم ينقص الإنسولين عندهم يزيد عند الجنين يصير فيه عندهم إشيء اسمه نقص في السكر فيه ممكن أطفال يتوفوا يصير فيه أنه وفاة الجنين داخل بطن الأم ممكن بعد ولادتهم كمان من نقص السكر الموجود في جسمهم يؤدي إلى وفاة الجنين هذه المشاكل كلها ممكن تحصل أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة على الجنين وممكن يأثر كمان المضاعفات على المرأة المرأة ممكن زيادة وزنها يصير عندها فرصة أن يصير عندها ضغط حمل ممكن يصير في ولادات مبكرة الولادات المبكرة كمان تستدعي في بعض أحيان زيادة فرصة أنه يكون الجنين يدخل الخداج كمان ممكن يكون تعرض المرأة أنه يصير عندها عملية قيصرية كبيرة لأنه حجم الجنين ما بيصير فيه انغماس أو دخول الجنين في الحوض فبيؤدي إلى زيادة فرصة أنه يتعرض للأم يصير عندها عملية قيصرية كل هذه المضاعفات بتخلينا نستدعي أنه إحنا كيف نتعامل مع السكر الحمل إذا نحن في بداية في بداية الموضوع إذا شخصناه حسب مراحله الأولى متفادة المضاعفات بصير معه تانيا إذا شخصناه في مراحله الأولى يعني نوصل فكرة يعني حكينا عن المضاعفات إذن أنا بدي أبلش أعمل على حالي أن أعمل دايت بأساس علاج زي علاج السكر الطبيعي نفسه زي علاج السكر الحمل أنه أشتغل على موضوع الديات يعني بدأ أشتغل على موضوع الأكل الصحي نظامك دائم وحدد بعد عن كل النشويات مع أنه زي ما ذكرنا نحن أنه ممكن حاجة المرأة تقول أنا أنا شهيتي بتنفتاح خاصة في المرحلة الثانية تأكل عن اتنين تأكل عن اتنين لكن هو مش صحيح لازم تضبط أكلها وترتب أكلها صحيح بعد عن النشويات والحلويات والسكريات والعصائر الموجودة والمياه والمشروبات الغازية كلها هاي ممكن تزيد وترفع من مستوى السكر كتير اللي هو بيؤدي إلى تراكم السكر عندها وعند الجنين دكتور هاي النقطة مهمة عندما مشوفي الستات بدي أكل عن اتنين معنى هلا حامل بدي أكل لازم في مرحلة أنه أنت حاجات ابنك عم بيأخذها من جسمك بشكل أو بآخر يعني الأكل أنت بتاكله ما بتطعميها بهذه الفترة وهي في فكرة أو معلومة مغلوطة موجودة عند السيدات إنه أنا أبدأ أكل عشان أطعمي مية في مية حتى لو الست رفيعة ونحيفة مش شرط أن يكون الطفل تبحها رفيعة ونحيفة صحيح هذا يعني معادشة نفهم هو امتصاص الغذاء وامتصاص السكر والأكسجين اللي يأتي عن المشيمة هو بأخذه من الأم الجنين عم بأخذه منهم هم رح يأخذ حاجته بما نموه حسب طبيعته الجنية حسب العوامل الجنية الموجودة لأنه بدي يطلع كبير و بدي يطلع صغير في بسمه يعني هما دول معرضين يكون عندهم أحجام أطفالهم أطفالهم يكون أحجامهم كبيرة أو أحجامهم صغيرة إذن هو بدي يأخذ حاجته الكافية جدا مش لازم أنا كست حامل أن أفكر أنه بدي أزيد أكله شأنه يكبر أكتر بالعكس أنا بعرضه لمخاطر أكتر وبعرض الحمل للمخاطر أكتر وولادات مبكرة أكتر وبعرض حالي أنا كست حامل في نهاية نهاية أن أتعرض لمضاعفات أثناء الولادة فإذن أنا بدي أطبط أكلي أساس العلاج هو الأكل زي ما حكينا لكن إذا اضطرنا غير مسيطر على الموضوع نحن نضطر نستخدم أدوية من الأدوية هو مساعدة سكري المساعدة سكري المتفرمين أستيت بعض شركات محددة ومتنوعة اللي هو بتضبط عملية امتصاص الإنسلين للخلايا اللي هي بتساعد بسمه إنسلين سنستايزرز يعني بتساعد على مين تبتصاص الإنسلين بتساعد في صرف الطاقة الموجودة داخل جسم المرأة أثنين في بعض أحيان ما منقدر نسيطر منطر نتعاون مع أخصائيين الوداد الصماء وعلاج السكري منطر نتعامل موضوع الإنسلين إذا منطر نعطيهم إنسلين بأساس الإلاج إذا في مراحل متقدمة من سكر الحمل إنه منعطيهم إنسلين لأنه هو أكتر علاج آمن على الحمل أكتر علاج آمن على الحمل هو سكر الحمل شان ما أوصلش هو الإنسلين آسف إذا شان ما أوصلش إن أصير أخذ إنسلين لأن إنسلين إلو تبعاته كمان عملية ضبط جرعات الإنسلين في أثناء الحمل عملية معقدة شوي وبتابعة حثيثة وفي بعض الصيدات كثير بخطؤوا في الجرعات أو متابعاتهم تكون قليلة بتأدي إلى مضاعفات أكتر عندهم إذن إحنا شان نتفادى سكر الحمل نضبط أكلنا نضبط أكلنا مش معناه تنجوع لأنه الأكل منتظم نقرأ عن الموضوع يكون أكلنا معتدل متنوع في بروتينات في خضروات في لحوم في ألبان أجبان وكمان بعد كثير إذا شفنا وزنه زايد نبعد بالضرورة إذا بلشنا نشعر أنه وزنه عم بزيد بسرعة الحامل تبعد كثير عن موضوع الكربوهيدرات والجنفول والأغضية المصنعة أكيد هادرت بعدها أخر سؤال لإلك هل الأحمال المتكررة التي تكون وراء بعض والأدوية التي تأخذ بعيدا عن موضوع الحمل مثل ما قلنا الأدوية الحساسية والأشياء التي فيها نسبة أدوية معينة ممكن تأثر على سكر الحمل أدي هذا السؤال من شقين بس سريعا بدنا نأخذ الجواب منك الأحمال المتكررة أحمال متكررة أحمال متكررة في واحدة من الأسباب التي يزيد من فرصة السكر الحامل الخاصة الأحمال المتتابعة أنه قلدت بعد شهرين ثلاثة رجعت أحملت من جديد في هذه المعرضات الأدوية التي نأخذها الأدوية أهم شيء أدوية الكرتزون أدوية الكرتزون أو أدوية للاجن نفسي بعض الصيدات بتطريرها أدوية الكرتزون التي يمكن أن نحتاجها للمرضى التي لديهم أزمة للمرضى التي لديهم مراض مناعة أو الروماتيزم هذولا بيحتاجوا يخضوا جرعات كرتزون هذولا بيزيدوا من فرصة أن يصيروا عندهم سكر الحامل هذول اتنين بعرضوا المرأة أن يصيروا عندهم سكر الحامل بدنا نشكرك دكتور هلال أبوش هتواجدك معنا وعلى هذه المعلومات ونتمنى السلامة للجميع شكرا لك دكتور إن شاء الله ولكم ولكم المشاهدين وسيداتنا إن شاء الله يكون صحتهم دائما بعافيتهم شكرا لكم شكرا لك دكتور وأكيد يعني إحنا منتمنى إنه رب العالمين دائما نكرمنا بدرية صالحة